اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من مستقية عند هذه المؤسسات جرت العادة منذ فرض حالة الطوارئ الصحية هو أن مجلس النواب ومجلس المستشارين يجتمعون في حدود ضيقة بمقتد اتفاق يقضي بأن كل فارق يحضر منه ما يناسب العدد لعند الفارق وصارت الجلسات على امتداد السنة لا في اللجان ولا في الجلسات العامة لكن يوم الجمعة السوداء نهر 5 مارس 2021 وقعت حالة النافير عند حزب البي جي دي ونزلوا كلهم بتقلهم وخرقوا قانون حالة الطوارئ الصحية كيف يعقل أن المؤسسة الشريعية التي أصدرت القانون المفروض على المغاربة أن يحترموه في حين هما كبرلمانيين ما تحترموش إذن هنا كي تطرح سؤال حول الجدوى من هذه الحالة التنفير وهذه الهروالة إذن لم تكن بدافع الدفاع المسلسل الديمقراطي أو المعملية الانتخابية بقدر ما كانت تلك الهروالة بدافع الدفاع للريع ودفاع البزولة ودفاع للقرمومة ودفاع للغنائم والامتيازات التي تخولها المسؤولية في البرنامان والمسؤولية في الحكومة كان عارفوا بأننا فت عشر سنين من 2011 للدابة يعني منذ وجه البي جي دي جميع البوست كلي حطوا في أصحابهم جميع البوست المهمين حطوا فيهم أحبابهم أخوتهم وكذا إلى آخر ضدًا على الكفاءة ضدًا على المنطق ضدًا على الاستحقق وضدًا على مبدأ المساواة الوهيدة في الدستور من هنا أن هذا القاسم الانتخابي لما تنادت الأصوات الشريفة في المجتمع المغربي لإعادة النظار فيه لأنه كان يمكن البي جي دي وغيره من المقاعد يعني غيلة وظلما ولم يكن تكون هذه المقاعد مستحقة بذل أنه إذا رجعنا لإحصائيات التي أنجزها مجبوعة من القبرى في هذا المجال للسوسيولوجي الانتخابات ماذا سنجد سنجد بالاعتماد على الانتخابات الأخيرة من 2016 كالقول بي جي دي مثلا جاب 1.618.952 صوت أعطاهم 125 مقاعد بمعنى المقاعد الواحد للبي جي دي يقصوى 12.951 مقاعد للطعم لجو الثاني جاب 1.216.552 صوت أعطيته ميوجوج مقعد بمعنى المقعد الواحد دي القطان كيسوها 11926 الـ MDS مثلا جابت 770630 صوت أعطيتها ثلاثة مقاعد بمعنى المقعد الواحد دي الـ MDS كيسوها 25876 ثم وهنا المفارقة الصادمة فيدرالية اليسار جابت 164567 صوت يعطيتها جوج مقاعد بمعنى المقعد الواحد دي الفيدرالية اليسار تيسوها 82187 صوت بمعنى باش نكون أنا نائب الـ PGD خاصني عرخانشة صغيرة دي الأصوات وكندوز ولكن باش نكون أنا نائب فيدرالية اليسار خاصني رموك دي الأصوات إذن هاد القانون لم يكن يخدم العملية الديمقراطية ولم يكن يخدم العملية دي الاحترام تعددي داخل المجتمع بقدر ما كان هاد القانون في صلبه هاد القاسم انتخابي كان يخدم الـ PGD للتحكم والتمكن من السيطرة على مفاصل الدولة وعلى مفاصل المجتمع وهذا الشعار الذي يرفعوه نواب الـ PGD بالقول بأن النفير والهرولة التي قاموا بها يوم 5 مارس 2021 للدفاع لنزاهة الانتخابات وعلى سلامة العملية السياسية هي فقط محاولة لتخدير الرأي العام المغربي والحال أن الرأي العام المغربي انتبه إلى هاد المجازر المرتكبة في حقه وفي حقه في حق البلاد وعلما أننا لا ينبغي أن ننسى أن رحتها يطلع رتودت بالانتخابات إذا رمشي الانتخابات تساوي ميكانيكياً ووصول نخبة عندها الكبدق على البلاد وعلى العباد موسيقى موسيقى موسيقى